مساء الورد عليكم مساء الفل عليكم مساء كل حاجة حلوة في الدنيا طبعا زي ما عودناكم في نور والحياة بنجيب لكم موضوعات بتهم ناس كتير قوي موضوعات مختلفة عشان احنا دايما بنحبكم وبنجيب لكم كل جديد دايما هنتكلم النهاردة يعني عن صحة الانسان بدون اي مقدمات كده الواحد لما يحس دايما ان هو عنده اي عرض او اي حاجة ما يقولش ده مجرد برضو يطنش لأ فيش حاجة اسمها مجرد برض فيش حاجة اسمها في الوباء مجرد برض لان في الايام دي حاجة اسمها كورونا وده طبعا وباء عالمي وباء منتشر في العالم زي ما حضراتكم عارفين ان ده وباء عالمي مش بس مصري فما فيش حد عنده برض يقول لا انا هكسل لان صحة الانسان دي اغلى حاجة في الدنيا صحة الانسان دي اساس حياتنا يعني اهم حاجة في حياتنا كده فما فيش حد يكون عنده برد انا اعرف ناس كتير قوي يقول لك ايه انا عندي برد بس ده مجرد برد لا الدكتور اللي يقول ده مجرد برد مش انت يعني الدكتور اللي يقرر اذا كان ده برد او مش برد هنعرف الكورونا وفيروس كورونا ومدى تأثيره على القلب مع اللي مشرفنا النهاردة الاستاذ الدكتور طارق عزيز الاستاذ امراض القلب بمعهد القلب الكومي انا بيك يا دكتور اهلا وصولي مريم بنت اخوية نجحت في الاعداد وبنتمنى لها كل مزيد من التفاوق والنجاح والف ميون مبروك يا مريم على نجاحك انتو كل اصدقائك يا جميلة معلش يا دكتورك لازم نهنيها طبعا معلش قولينا كده بداية عن كورونا ومدى تأثيرها على القلب طبعا انا حاول اتجنب ادخل في مواضيع العلمية التفاصيل العلمية هو فارس كورونا عبارة عن زي كورة كده دايرة عليها راكب عليها سبايك حاجة بيسموها سبايك بروتين مشابك يعني زي المشابك بيسموها نتوئات بروتينية المشكلة في النتوئات دي انها في الخلايا بتاعت الجسم لما يتخش الجسم هو فيروس هوائي فيروس تنفسي بينتشر في الهوى ولو واحد يتكلم قدامك او كح او عطس بيفضل في الهوى لو اوضة مقفولة تلات ساعات بيخش الخلية عبارة عن فيه في الخلية مستقبلات اسمها انجيوتنزل ريسبتور انجيوتنزل ريسبتور انجيوتنزل ريسبتور مستقبلات انجيوتنزين بينقل المستقبلات دي والمشاب المشبك من دول بيدخل جوه الخلية بيدخل جوه الخلية ويتكاثر جوه الخلية لملايين الفيروسات ده فيروس شيطاني يعني بالنسبة لل يعني هو بينتقل على التنفس زي ما قلنا وبس كفاءة دي فكرة عامة يعني على الفيروس طب كيفية الاصابة بالمرضي ديكتور الاصابة بالمرض بتحصل لما نستنشق الفيروس بيدخل على الجهاز التنفسي وبيدخل على اي جزء في الجسم في المستقبلات دي زي ما قلنا النتوءات البروتينية للفيروس بتدخل جوه الخلية وتتكاثر جوه الخلية وتدمرها ويتطلع ملايين الفيروسات التانية وتنتشر في الجسم كله بالتالي عشان كده بنقول ناس كتير قوي بتحس ببرد يعني تقول لك ده مجرد برد لا ما هو البرد ده هنتكلم لو فيه اعراض برد في الوقت الحالي ده بنعتبرها اعراض فيروس بنعتبرها اعراض فيروس كورونا او اشتباه فيروس كورونا يا دكتور اي اعراض المرض اعراض المرض اهم حاجة باختصار كده الحرارة ده اهم عرض بس مش شرط فيه ناس اولا فيه ناس ما بجلهمش اعراض خالص تمام فيه نسبة من ناس بيبقى عندوا الفيروس في جسمه بس جسمه متغلب على الفيروس ما تجلوش اعراض خالص ده بسموه حامل الفيروس او كارير الاعراض ارتفاع درجة حرارة بس برضو مش كل اللي بيتصاب بالمرض بيبقى عنده ارتفاع درجة حرارة ممكن بيبقىش فيه ارتفاع درجة حرارة بس بالقاءة غالبية بيبقى فيه ارتفاع درجة حرارة فيه الكحة وغالبا بتبقى كحة نشفة ممكن تبقى فيها شوية بلغة وفيه أدفع درجة الحرارة والكحة وشوية ديء في التنفس ممكن دوخة ألم في المفاصل والعضلات في الجسم كله وممكن زغطة أه بجلم برح فعلا حقيقي سؤال على صفحة البيت جي بتاعتي بتقول هي هل الزغطة ليه علاقة بالمرض؟ من ضمن الأعراض من ضمن الأعراض وفيه صداع، دوخة، أعراض بقى فيه يجي فيه أعراض جهاز هضمي زي إسهال وترجيع وألم في البطن دي الأعراض طب بتظهر بعد قدية دكتور دي الأعراض اللي هي بعد 4-5 سنة دي الأعراض اللي هي بنسميها المرض أصليه 3 مراحل بسيط، متوسط، وخطير أو جامد الأعراض دي اللي هي البسيط والمتوسط الأعراض القوية اللي لازم المريض يروح مستشفى لما يبقى عنده مش صعوبة تنفس مش دي نفس بس 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 لأ صعوبة تنفس ويقدر يتنفس خالص صعوبة شديدة في التنفس ولازم يفضل يبقى عنده جهاز إياس أكسوجين في البيت لو قل الأكسوجين عن 92% لازم يروح مستشفى ولو حسب ألم في صدره ومعنش قادر يتحرك دي الأعراض اللي هي الأعراض الشديدة اللي هي محارة 3 من الإصابة بالمرض دي لازم يروح مستشفى إنما أعراض الأولانية دي ممكن تعالج في البيت اللي هي البسيطة والمتوسطة بس طبعا مع العزل المنزلي مع حاجات احترازية كتير طبعا لا ده لازم طبعا طب معنا صور يا شباب معنا صور بتاعة الدكتور وطريبا في مؤتمرات أو في حاجة لو جهزة معنا يا ريت تكون موجودة دلوقتي على الشاشة طب يا دكتور لو أنا شكيت إن أنا عند المرض ده فيه ناس بتشك وبتكسل يعني بتطنش لو أنا شكيت أعمل إيه طيب ده أهم سؤال وده لازم يعني إيه ريت تركزه معايا ثانية في النقطة دي دي وانا بشتغل في الأسطرة وده وانا لابس لبس التعقيل دي وحضرتك دي وانا بدي محاضرة دي محاضرة فين يا دكتور كانت إيه لأ دي هنا لأن ما فيش سفر دلوقتي دي كانت في المؤتمر يعني مؤتمر علمي يعني مؤتمر علمي دي اللي كانت تقريبا من حوالي تلات أسابيع المؤتمر ده وده وحضرتك معاش بتعمل إيه اشغال في قط الأسطرة بعمل موجات صوتية على القلب بالمنظار تمام تمام السؤال ده مهم نرجع لكلامنا بقى لو أنا شكيت أن عندي مرض أعمل إيه هو لو واحد جات له أي عرض من الأعراض اللي قلتها دي بدأنا نعتبره اشتباه أو اشتباه يا ام اتصاب بمفاهم في الونزة أي عرض من الأعراض دي يبقى لازم يعزل نفسه في البيت يقعد في قضا لوحده الحمام بتاعه يكون بعد يتعقم يفضل الحمام المفاصل ما فيش إمكانية كحول وديتول وكده يتنظف يعزل نفسه عشر تيام يعزل نفسه في البيت عشر تيام ما ظهرتش بس عشان نقطة دي مهمة ما ظهرتش أي أعراض في خلال عشر تيام خلاص براءة بس بشرط أن آخر يوم في العشر تيام دي الحرارة تنزل من نفسها بدون وخفضات حرارة كان في الأول بيقوله تلات تيام دلوقتي بقت عشر تيام بقت يوم واحد يوم واحد على فكرة كلام بيقوله ده أنا عضف جمعيات عالمية للكورونا فده كلام ده مسبت بالدراسات وكل حاجة فأول حاجة لو هو في اشتباه ظهرت عليه الأعراض واحد ظهرت عليه الأعراض ده حاجة من اثنين يا اشتباه عنده المرض اصابة بالمرض يا عنده المرض يعزل نفسه عشر تيام بعد العشر تيام خلاص لو مظهرتش أعراض والحرارة ندلت من نفسها لو واحد عنده أعراض شديدة اللي قلت عليه الخطيرة دي ليعزل نفسه عشرين يوم سواء راح نقصاش فوراحش يكمل عشرين يوم لحد ما تروح برضه ما فيش خالص أعراض ده بالنسبة بالنسبة للمخالط المخالط يعني واحد في البيت جاله والناس اللي معاه في البيت شكه خافه مش لازم يحلل PCR اللي هو التحليل PCR بتاع الفيروس نفسه ممكن في الحالة دي يعزل نفسه 14 يوم يعني لو واحد مخالط يعزل نفسه 14 يوم كاملين ولو حصل أي عرض خلال 14 يوم دول يعتبر نفسه اشتباه اصابة يعزل نفسه عشر طيام من بداية ظهور أول عرض تاني لو لو واحد فيه ناس بتحب تحلل المخالط وحلل PCR وطلع إيجابي هيعزل نفسه عشر طيام من تاريخ التحليل اللي عمل وطلع إيجابي وشرط زي ما اتفقنا إنه آخر يوم ما يكونش فيه سخونة وتروح من نفسها لو خلال العشر طيام دول جاله أي عرض اللي هو عمل PCR وطلع إيجابي ده المخالط وطلع إيجابي يعزل نفسه عشر طيام كمان طب ولازم PCR ولا لازم مع إيش عصدر كمان فيه ناس بتحلل بتخاف لو مخالط وحق ومحللش مش لازم يحلل يعزل نفسه 14 يوم لو مخالط وحلل وطلع بوزيتف إيجابي يعزل نفسه عشر طيام خلال العشر طيام دوله لو ظهر أي عرض يعزل نفسه عشر طيام كمان وفيه نقطة مهمة العيان بعد ما بيخف فيه ناس بتيجي خلاص ما فيش أعراض وكل حاجة تمام خلاص براقة يجي يحل البي سي آر ويطلع إيجابي البي سي آر ممكن يفضل إيجابي لمدة ثلاث شهور بعدها ليه مش معناها انه متصاب الفيروس لما بيتكسر بيموت التحليل البي سي آر ده الخلايا دي بيعتبرها إيجابية فاللي بيجي له عشان كده التطعيم بيتأجل ثلاث شهور عادة أو يفضل يعني للي اتصاب قبل كده هو مش معناها لو حل البي سي آر ويطلع إيجابي ومعندوش أي عراض مش معناها انه تصاب بقى تاني فخلال يتوقع انه خلال ثلاث شهور من بعد الإصابة ممكن يطلع إيجابي يطلع إيجابي مشكلة فما فيش ده يحلل بعدها طيب معايش يا سارس توقفني كده في ناس بعد خلاص بتكون خفت من الكورونا وخلاص بيت كويسة فبالتالي بعد بعد مرحلة العلاج وانها خفت وخلاص بيطلع سلبي وكل حاجة بتحس انها مش بتبقى سبتك انا مش طبيعي يعني انا حاسس ان انا مش مزبوط عدم اتزان دوخل ده يبقى عنده عراض ده طبيعي يا دكتور لا مش طبيعي لو فيه عراض زي ما قلنا يعزل نفسه تاني تاني وفيه نقطة بالنسبة لتحليل بي سي ار انه هو مواش سن يعني حساسيته مش مية في المية خدوا بالكم خمسة وستين في المية لو طلع إيجابي خلاص لكن خمسة وستين في المية ممكن يطلع بيطلع سلبي بيبقى تسموه false positive يعني يبقى المريض اختبار طلع سلبي لكن هو الفيروس عنده موجود حساسيته ماشي مية في المية ولذلك ما عادش بيعتمد قوي عليه يعني هو بيعتمد يعني مش في تشخيص إيجابي خلاص لكن سلبي ما استبعدش الفيروس تب وصالت تشخيص ايه دكتور للمرض اول حاجة برضو هي الPCR ده دولنا عليه بس والاشعاء المقطعية على الصدر بس دي ما بتبانش لما بيعمل التابرة او الفيروس ده بيعمل تغيرات مميزة لي كاركتوريستي مميزة لي هو بالتحديد معروفة بس ما بيبانش في الاول بيبان بعد اربعة ايام من الاصابة بالفيروس فلازم دي بنستنى عليها اربعة ايام دي بتشخص على طول يعني بفي تحليل في الدم باسلوب غير مباشر زي الصور الدم كاملة بيبقى فيه اليمفوسايتس بتقل وفيه الدي دايمر اللي هو بيبين فيه عشان التجلطات يعني وكده نكتب ورا الدكتور يا جماعة وفيه في الريتين بيبقى عالي وصير اكتف بروتين الحاجات دي بتدي دلالة ان فيه ممكن يكون فيه الصابة بالفيروس نجي على سؤال تقريبا اهم سؤال في الحلقة واذا يعني ده لب الموضوع بتاعنا تأثير الكورونا على القلب فضل هو التأثير على القلب ده يعني بيعمل حاجة مش كويسة بيسموها التهاب في عالية القلب مايوكاردايدس دي ما بتحصلش مباشرة بداية المرض بتحصل بعد اسبوعين وممكن المريض يخف ويعتقد ان هو خف وتحصل عنده دي مشكلتها انها خطيرة التهاب عالية القلب ده ده مرض خطير بيعلي بيحصل معه بيعلى يعني اللي بيجيله جلطة ولا حاجة لقدر الله بيعلى عنده انزيم اسموه تروبونين بروتين يعني اسموه تروبونين ده دلالات يعني ده بيشقص به التلف في العضلة نفسها ده بيعلى يبقى معناه انه حصل التهاب وممكن تبدأ يؤدي الى التلف في العضلة والتمدد وقصة طويلة وبيعمل ببعض الأحيان بيحصل تغيرات في رسم القلب وتغيرات في الموجات السوطية على القلب اللي يلقيكم التهاب عضلة القلب ده بيتشخص كمان بالأحسن حاجة بتشخصه اللي هي الرنين المغناطيسي ده بشخصه على طول بس غالي طبعا وفيه بقى بيعمله بياخد عينة من عضلة القلب بس ده يعني صعبة شوية فبنكتفي بالرنين المغناطيسي وكل الفيروس ده كل يوم بيبان فيه جديد بيظهر حاجة ليدا موضوع احنا في الاول الفيروس تركزنا كله على إصابة الرئة بيعمل تهاب رئوي جهز التنفسي اكتشف ان هو بيأثر على القلب بعدين قريب من قريب انه بيعمل مشاكل في القلب نفسه ودي كم تحصل الصغارين كمان مش شرط يكون كبير في السن فمشاكل لعضلة القلب اللي هي التهاب العضلة ده ده اول حاجة ممكن يعمل اطلب في ضربات القلب ممكن يعمل التهاب في الجشاء المبطن لعضلة القلب اللي بيسمونه الجشاء التمور يحصل مية حوالين القلب بتأثر على وظائف القلب ممكن بيعمل بيعمل نوع من الهيبركوليب يعني بيحصل زي لزوجة في الدم في الاول اللزوجة في الدم دي بتخلي ممكن يحصل تجلطات في حتة في الجسم احنا بيكلمة على الالب والقوعية الدموية ممكن يحصل جلطة في البلمونيامبوليزم اللي هو الشريان الرائوي ممكن تعمل جلطة في الاطراف يعني جلطة في الكلا في اي اماكن بالنسبة للقلب بيحصل تجلطات صغيرة في حاجة يسمعها مايكروفاسكولر الاوعية الدموية الرفيعة جدا اللي جوه عضلة القلب دي بيحصل فيها تجلطات ودي بتؤدي المشاكل الفيروس بيهاجم عضلة القلب عن طريقين يهمه مباشرة بيدخل جوه الخلاية زي ما قلنا عن طريق الريسبتور اللي هو الانجيوتينز الريسبتور ده يهمه بحاجة غير مباشرة اللي بيسموها العصفة المناعية ايه هي العصفة المناعية دي مرحلة دي لو العين دخل في العصفة المناعية دي مش كويس ده المرحلة الخطيرة اللي لازم يتحجز في المستشفى العصفة المناعية انه الفيروس بيخلي الاجسام المناعية اللي في الجسم بتكون مضادات للخلية المصابة المضادات دي لو زادت عن الحد بتبتدي متهجمش بقى الخلية اللي هي مصابة بس تهجم خلية الجسم السليمة من ضمن الخلية السليمة بالنسبة للقلب بتهجم عضلة القلب والغشاء اللي حوالين القلب والشاريين التاجية وتعمل مشاكل ففيه كمان من الحاجات التانية اللي ممكن تصيب القلب احنا قلنا التجلطات اللي جوه الشاريين الرفايعي قوي دي ممكن مريض يبقى عنده دهون على الشاريين تجاية بسيطة مش باينة محدش خد باله منها وبعدين ومش جاي باعراض ولا حاجة يهاجمها يقوم يخلي البلاك بسموه البلاك دي تتشطر او تتفتح ويكون عليها جلطات تؤدي الى جلطة في عدد القلب وممكن العاصفة المناعية تعمل كده برضو فمشاكل القلب الحقيقة كتير وهنا انا بحذر بحذر اللي يخف من الكورونا ما يخلص ما ينساش الدنيا لا لازم يتابع مع الدكتور دكتور القلب دكتور القلب تمام لان زي ما قلت حركة الاول رئة وخلاص تمام لا دلوقتي الكلام الجديد ده لدرجة ان فيه دكتورة من اسبوعين نشرت انه عبتعمل رانين مغناطيس تمام لقيته في 50% من الحالات من نسبة كبيرة اه بعد بعد الاسبوعين يعني بعد الاصابة وخف وفتكر انه خف تمام وحصلت مع العيبة العيبة كورة والعيبة لسه جل حضرتك طب خليه دلوقتي فلازم يتابع برسم قلب وموجات صوتية طب والدكتور يتابع له انتظام وانزيم التروبونين لحد مثلا شهرين ثلاثة يعني زي ما الدكتور قال لازم نتابع ما نقولش احنا خفينا من الكورونا وخلاص ما نقولش احنا الجديد انها بتأثر على القلب التحوير الجديد للكورونا انها بتأثر على القلب مش الرئة بس مش الرئة ولا الجهاز التنفسي فقط لا كمان طلعت بتأثر على القلب فيه كمان بعد اذنك تأثير اللي العرقة نفسه اللي بيحصل اللي تابر قوي والحرارة بتعلق ضربات بيخلي القلب نفسه بيتعب بيحصل زيادة في ضربات القلب والجهاد على القلب فده من ضمن الحاجات اللي بتخلي القلب بيتعب فبيحصل الاكسوجين رايح القلب يقل شوية وحكته الاكسوجين بيحتاج اكسوجين اكتر يحصل قصور في الشريان ويحصل ضعف في العضل ومشاكل كدير تماشي يا دكتور هو كل اللي عنده كورونا عشان بس ينطمن سادة المشاهدين لأ اخذ ذلك من حاجة انا مش بقى انا مش بقى انا مش بقى اه 85% من اللي عندهم اعراض بسيطة بيتغلب عليها الجسم من نفسه من نفسه من نفسه بدين رأي حاجة يهزن نفسه عشر تيام خلاص لأ انا اقصد اقول كل اللي جاله كورونا ده بيكله اثر على قلبه يعني كله لا انا مقولش كله اه تمام هي كانت نسبة بسيطة كانت 7% ابتدت مع الفحوصات الجديدة بتزيد لكن نسبتها محددواش لحد الوقت لان الموضوع ده جديد وانا زيان بقول لها حريك كل يوم بيطلع حاجة جديدة الجديد عندنا هو موضوع انه تأثيره على القلب ده الموضوع الجديد تمام بس يا دكتور اكتشفنا مؤخرا ان في ناس كتير او بالذات الشباب بقى قلبهم يقف فجأة وبيحصل مع لعيبة الكورا ايه تعالي حضرتك على ذلك هو لعيبة الكورا اكتر ناس بيتصابوا الكورونا هما قد كتير طب ليه بقى بيختلطوا بعض والنفس في النفس وما بيجروا ما فيش مش لابس ماسك ولا بتاع فلعيبة الكورا اللي بيحصل نوا يحل البي سي ارت لا ايجابي بيقعد مثلا يعزل 3-4 ايام ويروح رجل ملعب تاني لا ده يعني هما ما قالوش سبب اللي حصل لتوقف قلب لعيبة الكورا بتحديد ده لكن في شباب كتير جدا بيحصل انهم بعد ما بيصاب ويفتكر ان هو خف يحصل عنده توقف عضلة القلب للمشاكل اللي قلت عليها الاتهاب عضلة اللي بتحصل في القلب دي عشان كده لازم المتابعة نعم وليازم يأخذ فترة العزل كاملة تمام مش مجرد نوحل البي سي ار نيجاتف خلاص تحليل بي سي ار نيجاتف ده ممكن يكون غلط ممكن يكون ايجابي وهو طالع سالبي تمام او الرافت تيست والكلام لا ما ينفعش مهم فدي انتشرت بين الشباب آه آه فلازم يأخذ فترة العزل كاملة ويتكشف على القلب ويتشاف القلب سليم ولذلك الطب الرياضي ابتدت الدولة الدولة بقى لها فترة آه ما في مصر مهتمة بالطب الرياضي جدا تمام وفيه اه انا اعرف ده كترة كتير انا اعرف منهم شخصيا فيه الدكتورة جاميلة ناصر الدكتور حزن خميس والدكتور آه هاني الشهيري دول يعني مهتمين اهتمام شديد جدا بموضوع طب القلب احسن من برك تمام طب ايه هي فحوصات القلب بقى الفحوصات قلب برسم قلب موجات صوتية على القلب آه آه بعد كده بيعمل تحليلات التروبونين آه بيعمل تحليل التحليلات العادية بتاعت كون احنا عزين بقى من نسبة للقلب عشان لو يستبعد التاب العضلة للقلب بيعمل الرسم القلب وموجات صوتية على القلب والتروبونين وبيعمل لو احتاج بعد كده بقى يعمل اشعة لو لاحا فيه شك يعني بيعمل وفيه اعراض يعمل الرنين المغناطيسة على العرض تمام طب جهود وزارة الصحة يا دكتور في السيطرة على المرض لا الحياة الوزارة الصحة احنا حسن من امريكا تمام امريكا بتحكمها شركات ادوية في شهران خشف التفاصيل دي وبتأثر على نوعية الادوية اللي بتنزل عندهم ولذلك اعلى نسبة اصابة في امريكا في العالم احنا عندنا الحمد لله من بداية ظهور المرض اتبعنا النظام فيه هيئة علمية على اعلى مستوى في مصر الهيئة العلمية دي ساعات الـ CDC الـ CDC التعدى الـ الـ FDI والكلام ده في امريكا بيلغوا دواء احنا اتبعنا نظام الصين في الاول اللي هو هيدروكسي كلوروكين اللي قضوا بيها الفيروس تابلو قايم من المرض اه الكلو قايم عشان نكون نستخدم احنا اتبعنا فيه دواء للحشرات اسمه ايفر مكتن ده ثبت في العالم كله معاد امريك انه هو بيموت الفيروس وده العلاج بتاع الفيروس وبيتاخد في اي مرحلة وزارة الصحة يعني حطته نمرة واحد في البروتوكول واي دواء جديد في دواء جديد نزل كمان اسمه مونو كنرولا الانتباضي بتاخد وريد جابته وزارة الصحة وحتصنعه فده الحمد لله على فكرة مستشفيات العزل على اعلى مستوى الناس فاكرة مستشفيات زي مستشفيات الحكومة لا مستشفيات العزل بتصمم على مستشفيات وبيجيبوا ادوية من الخارج وبتصنع حتى تتصنع الادوية دي مش موجودة في اي حتة في العالم طب رسالة اخيرة بقى للناس اللي بخايفة تخد طب الوقاية الوقاية اهم حاجة في الوقاية الوقاية بلاش السلام باليد تمام بلاش لما واحد يشوف واحد ياخده بالحب ويجوسه من هنا ومن هنا والكلام ده الماسك الماسك ده اهم حاجة مهم جدا التباعد الاجتماعي لازم اتنين متر بيده من تاني انا زي ما قلت حريك في الاول مجرد يتكلم بس مش لازم يكوحها ويابس ممكن يعدل لقدامه تمام التهوية الجيدة طب انا مش هكلم التهوية الجيدة المحدش يستعمل حاجة التاني تمام المحدش يخالط حد مصاب يعني يحاول يبعد خالص كنا بنتمنى حلقاتنا تكون اطول من كده يا دكتور بنشكرك حلقات تانية انشارك ونحرك نور معينا هو بس انا بس يعني بركز على خدوا بالكم خصوصا الشباب ان ممكن القلب يتصاب بنشكرك بنشكرك يا دكتور بنشكرك الدكتور طارق عزيز استاذ امراض القلب بمعاد القلب القومي بنشكرك يا دكتور بنشكرك مع عزيزي المشاهدين وبنتمنى تكون حلقاتنا فادتكم وبنتمنى تكونوا تابعونا بحلقات تانية ومع نور والحياة ونور قاسم الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة